التوحيد يعتبر عملاً وهو أفضل الأعمال على الإطلاق نبينا عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلته أنا والنبيؤون من قبلي لا إله إلا الله فإذن التوحيد يعتبر أفضل الأعمال فهو فاضل لذاته والدليل أنه لا تسامح فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فجُعل التوحيد إذن من الأعمال الجليلة الكبيرة فهو إذن فاضل لذاته وما سواه من الأعمال مفضولة لذواتع هناك أمر آخر هو أن تكون مفاضلة الأعمال بعضها عن بعض بالثواب وليس لذاته ليس العمل لذاته وإنما بثوابه فكأن تقول مثلا إن أجر الصلاة أكبر من أجر الصيام مثلا ونبينا عليه الصلاة والسلام قال أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله إذا خاب في صلاته خاب في البقر إذن للصلاة ميزع والصلاة كما تعلمون هي الركن الركين هي الأساس الذي ينبني عليه الإسلام وما يأتي بعد ذلك من أركان تكون توابع لها فالمفاضلة هنا تكون تكون بالأعمال والذكر كما تعلمون هو أفضل الأعمال قالوا لماذا هو أفضل الأعمال قال لأنه توحيد والتوحيد فاضل بنصوص القرى وبما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل هذا بالذكر يعتبر حصناً حصيناً للإنسان إذا أراد الإنسان أن يكون في حصانة وأمانة فإنه يكون بالذكر في حصانة والحصن هو المكان الممتنع عن اختراق العدو له هذا الحصن كان أقدمون حينما كان يظلم بعضهم بعضاً وتكون الإغارة من بعض على بعض قبيلة تهجم على قبيلة فلما تطورت الأمور وضعوا حصوناً حصوناً لا لا تخترق وجعلوا لها أبواباً وجعلوها عالية وعليها العسس والحراس لا يتركون من يخترقها فهذا الحصن إذا كان متيناً ومصنوعاً صناعةً مبنياً بناءاً على أحسن ما يكون فإنه يكون صاحبه آلو في أمان قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنما جعلنا الذكر كالحصن المنيع الذي لا يخترق إذا كنت في صلاة فاعلم أنه أنك في أمان أنك في حصن الذكر أنت محصن ولذا أمرنا أن نقرأ كل ليلة مثلاً سورة الملك سورة الواقعة المعوذات نقرأها أن نذكر الله تعالى بمأثور الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم وعند الاستيقاظ من الصباح وأذكار الصباح وأذكار العشي أذكار المساء هذا كله تحصين للإنسان حتى يعيش بأمان لأنه أتبر بأن الدعاء والذكرى أتبره حصناً حصيناً يتحصن به الإنسان وقد أورد الإمام البيهقي رحمه الله لكتابه الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى يوماً مع بعض أصحابه كان معهم حتى وقف على جبل على جبل فقال هذا جمدان هو جبل اسمه كذل قال هذا جمدان سيروا سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذين أهتروا بذكر الله يضعوا الذكر أوزارهم قال الذين أهتروا بذكر الله الذين أهتروا بذكر الله الذين انسجموا انغمسوا في الذكر وكان غالب ما تسمع منهم ذكرى كان الغالب ذكرى فكثيرون هم الذين ولما يألف الإنسان يألف الإنسان الذكر لما يألفه مع الدوام فإنه إن ألفه فإنه يجد له لذة النبينا عبر في بعض الأحاديث عن هذا المعنى قال ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فالذكر كما هو الإيمان كما هو العمل الصالح له مذاق والمذاق هذا حلو إذا وجد الإيمان الوعاء يكون صالحا ومهيئا فإن الذكرى يملأ القلب وهو نور الله لأن الإنسان إذا انطلق لسانه بذكر الله فهو من المحظوظين وقد ذكرنا مرة المرأة الصالحة التي سمعها سيدها وهي تناجي ربها بجوف الليل وتقول اللهم بحق حبك لي إلا غفرت لي وأدخلتني الجنة فقال لها يا أمة الله ما هذا الدلال على الله كان المفروض أن تقولي اللهم بحق حبي لك إلا أدخلتني الجنة غفرت لي وأدخلتني الجنة قالت له يا سيدي ما فهمت أنا أقول اللهم بحق حبك لي إلا أدخلتني الجنة قال لها وكيف قالت له لولا أنه يحبني لما أيقظني في جوف الليل في هذه الساعة ولما أوقفني بين يديه ولما أطلق لساني بمناجاته لو لم يكن يحبني لما فعل بي ذلك فهي إذن واعي بما تقول هي تعلم ما تقول والذي هويئت له أسباب هذا سيكون من الناجين لا محل ولهذا أبو بكر ابن العربي لما تكلم عن المفردون هؤلاء والمفردون كما يقول البعض قالوا هؤلاء المفردون هم الذين ذكروا فأفردوا الله تعالى بالوحدانية أفردوه بكمال عظامته في مقام ألوهيته لكونه لأنه لا أحد لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى يملك الكون ويتصرف فيه بإطلاق إلا هو إلا هو سبحانه وتعالى فهو يملك الكون والتصريف والقدرة ويملك مسائر الخلائق وحقائق الأمور وتغييرها وتصريفها كيف يشاء لا يستطيع أحد أن يعقب على حكمه ولا أن يراجعه في ما يفعل أو يريد إذا أراد شيئاً إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولا يسأل الناس يفعل أو لا يفعل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المظلين عضو دعاً ولا يحتاج البشر يحتاجون إليه لكنه هو لا يحتاج إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله تعالى غني عن عباده ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله تعالى والذي بيده وليس البشر بصر لا يملكون لا يملكون شيئاً ولا يستطيعون أن يفعلوا إلا بمراد الله بما يريد الله يفعلون ما يريد لهذا الله تعالى يجب له كل وصف عال وراق ابن عاشر يقول يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة سمع حياة وبصر وذي واجبات ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذال الحادثات كذا الفناء والافتقار عُدَّة وأن يُماثَلَ وَنَفْيُ الْوَحْدَةِ عَجْزٌ كَرَاهَةٌ وَجَهْلٌ وَمَمَتْ وَصَمَمٌ وَبَكَمٌ عَمَنْصُمَتْ فهو يجوز في حقه كل كمال ويستحيل في حقه كل نقص فهو سبحانه وتعالى الكامل وهنا يمكننا أن نذكر ما ذكره سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه حين روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن آدم عملاً أنجا له من عذاب الله من ذكر الله هذا لنؤيد به ما سميناه أن هذا ذكر له مقام في الأعمال وله تقديم عليها قال ما عمل ابن آدم عملاً أنجا له من عذاب الله من ذكر الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله وكأن هذا النص يقر النص الذي سمعناه والذي رواه الإمام مالك رضي الله تعالى قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع وينقطع بمعنى ينكسر أي أن تكسر سيفا وتكسر سيفا وتكسر سيفا وهذا له مجهود كبير وتضحية كبيرة هذا الذي يكسر في معركة ثلاثة سيوف يكسرها إلا أن تكسر سيفا تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم حتى ينقطع ثم حتى ينقطع وقد ذكرنا مرة أن أم أنس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم أنس أهجور المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد واذكر الله تعالى فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره فالذكر إذن باب كبير الشاعر يقول الذكر أعظم باب أن تداخله لله فاجعل له الأنفاس حراسة يعني اجعل ذكرك دائما كدخول أنفاسك وخروجها الصالحون كانوا يفعلون هذا نحن نعرف من من سلف إلى الله تعالى من صلحاء هذه البلدة من كان لا يفطر عن الذكر في كل لحظة ما إن تجالس وما إن ترتقي به في أي مناسبة